اشتركوا في القناة نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر وعيدهم لسادذين اشتركوا في القناة 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة هذا التوب لا يناسب حجمي إن لم يكنا مناسبين فقم بالتبديل فيما بينكما المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة لا ندري إن كان ميتا إن عائلته وأقرباءه قلقون جدا ولا يهدأ لهم بال ليتنا نجد له أثرا أو نسمع له خبرا كي ندخل السرور على قلوب أولاده وزوجته وأمه العجوز حضرتك دامان السجنان اللذان وضعناهما في الحج المنفرد ما كان اسمهما؟ وماذا تريد من ذلك؟ جاء شخص يبحث عن قريب له يدعى أبو بيس فظننت أنه قد يكون أحد السجنين تعال ما الأمر؟ ماذا تريداني مني؟ من أنت وما الذي تريده من أبو بيس؟ أنا أبحث عنه لقد انقطعت أخباره عنا منذ مدة اطل لمنظر في أمرك أتركاني أتركاني ماذا تريداني مني؟ هيا أفلتاني عجبا هل أنت من كهنة معبد آمون أم أنك من أقربائي أبو بيس؟ نعم إنما أنا أحد أقربائه خذاه أفلتني أفلتني أيها الحارس نعم سيدي اذهب على وجه السرعة إلى علي المقام بوتيفار قل له أرسلني كيدامان وهو يقول لك لقد اعتقلنا شخصا كان يبحث عن أبو بيس هيا بسرعة سمعا وطاعة هيا بسرعة سمعا وطاعة سمعا وطاعة سوف أشكو أمركم إلى الاخماه الكاهن الأعظم إذا رأيته فيمكنك أن تشكو إليه أما في الوقت الحاضر فأنت ضيفنا لا يحق لكم أن تقوموا بسجني واحتجازي افتحوا الباب افتحوا الباب أيها الحارس هم بنقله إلى الزنزان المقابلة افتحوا الباب افتحوا الباب هذا كيمون كاهن معبد آمون إنه اليد اليمنى لألخماه الكاهن الأعظم وما الذي يربطه بأبو بيس لقد أصبحت على يقيني للآن أن مكر السوء بحياة أمن حوتب قد تم تدبيره من جانب كهنة أمن حوتب عليكم بالحذر من أن يتصل بي أحد وانتبه أن لا يخرج من هنا على الإطلاق سمع نطع اجلبوا أبو بيس وبينروس إلى غرفة التعظيم عليكم اللعنة ما أحقركم أرجو لكم الهلاك يا لي من أحمق لقد أردت أن أخفي هوية من قاموا بتخريدي وهم لا يكترثون إنهم عدموا الحياء وعدموا الإحساس أيضا تعسن لك لو أن أيديهم تصلوا إليك لما أبقوا على حياتك ألا ترى أنهم يخافون أن تشي بهم؟ ومع ذلك أنت ترجو أن يخلصوك أخرجا بسرعة إلى أين تأخذوننا؟ سوف تعلم تحرق 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 أنتم تعرفاني كيمون الكاهن بالطبع؟ نعم يا علي المقام إنه كاهن معبد آمون لقد أتى كيمون الكاهن اليوم باحثا عنك فلماذا يا ترى؟ لماذا؟ أنا لا أدري يا علي المقام لا أدري فكر جيدا فلعلك تستذكر لن يبحث عنك من دون سبب أنا لا أتذكر شيئا يا علي المقام لا أنا لا أتذكر شيئا أنا سوف أساعدك لكي تتذكر لا لا أنا لم أفعل شيئا اتركوني اتركوني أنا لا أعلم شيئا أنا لا أعرف شيئا أرجوكم صدقوني أرجوكم صدقوني أنا لم أفعل شيئا أنا لا أعرف شيئا اتركوني أرجوكم أنا لا أعرف شيئا لا تضربوني أرجوكم لا تضربوني أرجوكم لا تضربوني كفا ضربان كفا ضربان كفا ضربان سأتكلم سأتكلم صدقوني سأتكلم 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 لقد تم تكليف من قبل الكاهن الأخماه أن أقوم بدس السم للمعظم أمنحوطب هذه الحقيقة وقد تداولت بهذا الأمر مع بناروز هو لم يوافق بادي الأمر كان خائفا ولكنني تمكنت من إقناعه كانت الخطة أن أقوم بدس السم في طعامي علي المقام وبناروز يدسه في شرابه أنا قمت بفعل ذلك لقد فعلت ذلك لكن بناروز لم يفعل لقد تمكن منه الخوف على مائدة الطعام ولهذا فشلت الخطة لو لم يتكلم بناروز لكان كل شيء قد انتهى الآن ما الذي جعلك تندم على فعلتك؟ وقمت بإخبار الملك عن هذه المكيدة لأني كنت قد سمعت أن ملوك مصر هم أشباه الآلهة وأنا أعلم أن الآلهة لا يمكن قتلها يا علي المقام هل يمكن؟ زجوا بهما في السجن العام فسنحتاج إليهما لكونهما شهدين على القضية احذر ألا يعرف أحد اسمي بينروز وأبو بيس ومكانهما فقد تصبح حياتهما في خطر حاضر علي المقام ماذا أفعل به؟ أبقوا علي في السجن المنفرد ولا تخرجوه منه ريثما أحدث الملك في شأنه أين يوزر سيف؟ أريد أن أراه نهدي على يوزر سيف لا لا أريد أن أراه من بعيد نعم علي المقام تفضل معي السجناء والسجنون كلهم يحبونه الكل يحبون يوزر سيف ولكن يوزر سيف لا يحب الجميع بقدر ما كان يحترم ويجل المحرومين والمحتاجين فإنه كان أيضا يقف بوجه المستكبرين والظالمين كلما لقيته وجدته إما ساعيا مجتهدا في حوائج غيره وإما واعظا للناس وناصحا لهم لقد علقت عليه آمالا لكنهم منعوني لقد زار سجن زاوير اليوم أحد كهنة معبد آمون ويدعى كيموني وقد كان حراس السجن مستعدين بناءً لأوامري لاحتجازه وعندما علمت بالأمر قصدت السجن من فوري اعترف أبو بيس أنه امتثالا لأوامري ألخماه كان ينوي الحق الأذى بحياة الملك وقد أخذ معه بناروس رغما عنه أظن أن الوقت قد حان لاتخاذ تدبير بحق المعبد أشك أن استطيع التخلص من المعبد بسهولة إن الثروة التي يمتلكها المعبد تمكنه من حشد جيش عظيم بوجهكم بكل يسر إني أرى ما يفوق عشرات ألف القتل في هذه الحرب يا جلالة الملك لا ينبغي أن نستخفى بمكانة الإله أمون بين الناس صحيح؟ ماذا إذن؟ هل علينا أن نجلس ونتفرج ونختار السكوت على التصدي لهذه الخيانة العظمى؟ يجب علينا أن ننتظر فرصة مناسبة في الوقت الحاضر يجب أن لا يعرف أحد بنبائه اعتقال كيموني وبناروس وأبوبيس ومكانهم بما أنهم يشكلون شاهداً ومستمسكاً حياً نبقي عليهم حتى يحين الوقت لا تتحججي أبي يجب أن لا نعطي الكهنة فرصة التهيئ وإعداد العدة لقد وضعت لكهنة المعابد خططاً أرجو أن تسنح فرصة تنفيذها في أقرب وقت أقترحوا عن تدعو الكهنة إلى هنا وتضعهم وجهاً لوجهم مع السجناء إن أقدموا بعد المواجهة على الاعتراف بسلطهم بالمعبد يمكنكم اعتقالهم هنا وإرسالهم إلى السجن فوراً بل نقطع رؤوسهم ولمسجن؟ كلا أنا لا أوافق على إراقة الدماء إن الاعتقال والسجن كافيان لإبطال مؤامراتهم إن القلب الرؤوف لدى ولي عدن الفتي لا يمكنه أبداً أن يوافق على إراقة الدماء ولكن ما العمل؟ قد يكمن صلاح الملك أحياناً في معاقبة المخطئين أنا أؤيد رأي أمن حوتب الشاب فإن اعترف أبو بيس بعد مواجهته للكهنة فإن لنا الخيار في اتخاذ أي إجراء بحقهم إذن باشروا بالإعداد لهذا اللقاء والاجتماع بأسرع وقت ما الذي حصل؟ أل من جديد؟ لقد وصلتني أخبار تقول إن أوضاع يوزرسيف في السجن هي على أحسن ما يرام وإنه يقضي أياماً هنيئة رأيت ذلك اليوم بأم عيني لقد جعله السجناء نوراً لأبصارهم واتخذه الحراس معيناً لهم في أمورهم ولكن كان من المفروض أن يعاقب في السجن ويجازه هل تظنين أنك قمت بإذلال يوزرسيف وغلي يديه؟ في الواقع أنت مخطئة لقد قمت بإنقاذ يوزرسيف من شراكك لقد جعل من سجن زاويرا روضة غناء فهو لم يبرع فقط بإدارة قصري بل فعل ذلك في السجن أيضاً على أحسن وجه أنا فرح كون يوزرسيف قد أمكنه النجاة من شراكك ما الحطب سيدتي؟ لقد حصدنا الخيبة من جميع خطتنا يوزرسيف لن يقبل الاستسلام لي مطلقاً هل يرى فيما يمر به الآن عقاباً ليقبل الاستسلام حتى ينجو منه؟ أرى أنك قد قبلت بالهزيمة باكراً لكن السبل لزالت مشرعة أمامنا عندما تكون نديمة مغفلة على شاكلتك لن تكون النتيجة أفضلاً مما يحصل كل ما أفعله إنما هو لنيل رضاك كل ما أريده هو أن أحقق كل آمالك لا تحزني أخبريني ما الفكرة التي تجول في رأسك؟ لا تدعي الأمر يمر بسلام عليه أسلبيه النوم الهنيء ولكن كيف؟ قوم بإغراء رئيس سجن زويرة لكي يقصوا عليه تعتقدين أنه سيستسلم؟ علينا أن نجرب شتى السبل على كل حال سأفعل أي شيء قد يوصلني إلى بغيتي إن هدفي من سجنه وحبسه هو استسلام يوزر سيف وليس إبعاده فأنا لا أحتمل أبداً بعده عني ما دام السجن قد روضه فيوزر سيف لن يبدي الطاعة لكي لماذا لا تقوم الألهة بأي عمل من أجل تخليصنا من هذا السجن؟ وما الذي يمكن أن يفعله أمون؟ أنا لا أعتبر أمون مقصراً المقصرون هم أنتم إذ تتوقعون من حجر بلا حياة أن يقوم بمساعدتكم إن هذه الحجارة التي نحن مشهولون الآن بتحطيمها لنجعل منها أشكالاً ما الذي يميزها عن أمون؟ إن أمون نفسه عاجز وغيره يرعى شؤونه مع ذلك تنتظرون أن يهب لنجدتكم؟ إذن من ذا الذي نلجأ إليه عند الخطوب؟ وممن نطلب العون؟ اسألوا وعقلوا جدوا لأنفسكم إلها لا يكون محتاجاً بل يكون قوياً ومقتدراً يمكنه أن يخلسكم مما أنتم فيه وأن لنا أن نجد إلها كهذا نحن لا نعرف ولم نعهد إلها غيره أمون ورع وإزيس لا ضرورة للبحث إنه في كل مكان الإله الذي لا تنفك تذكره ألا يأخذ أموال الناس ظلماً وزوراً؟ ألا يتخذ من النساء الحسنوات خليلات له غصباً كما يفعل أمون؟ جهنة معبد الإله الذي تذكره ألا يستقوون على الناس ويذلونهم؟ إن الإله الذي أقصده لا يفعل أي شيء مما ذكرتموه بل هو يستقبح هذه الأفعال إنه رؤوف رحمن رحيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قنقر أتالي هاي، أريد التكلم معك دمان ما الأمر؟ هل اشتقت للصياط مجدداً؟ إنه أمر مهم مهم؟ إن لم يكن كذلك فهيئ نفسك للجلد حسناً موافق تعالى وماذا بعد؟ هل سمعت حتى الآن أقاويل وأحاديث يوزار سيف؟ كلا هل تشكو أحاديثه من شيء؟ أحاديثه مملوئة بالباطل فهو لا يعتقد أصلاً بأمون العظيم وسائر أليهة مصر ويقوم بهدكها والسخرية منها وكيف عرفت ذلك؟ سمعت حديثه فهو لا يتردد أبداً إنه يدعو على نية إلى التوحيد والإيمان بإله غير مرئي يكفي أن تتنصت إلى حديثه للحظات لتكتشف الأمر اسمعي أنني فركبته إن يوزار سيف حسب اعتقادي إنسان شريف وهمه الأوحد هو مد يد العون للآخرين ومذ وطئت قدماه سجن زاويرة أخذت أوضاع السجن والسجناء تتحسن وقل مقدار التعديات والمخالفات في صفوف السجناء ولكن ماذا بشأن إيمان السجناء؟ أنا قلق جداً على إيمانهم إيمان؟ كلا أنت قلق على سلطتك وزعامتك على السجناء وليس على إيمانهم إن أقدمت مرة أخرى على الشجار مع يوزار سيف أو أهنته فسوف تعاقب بقسوة هذه المرة سمحتك لكنك ستعاقب في المرة المقبلة هيا هاي نينيفير ما الذي أردت قوله للموقر كيدامين ها؟ كان يقول البهتان على يوزار سيف لقد أراد تأليب السيد كيدامان عليه ولكنه طلق الجواب المناسب ترجمة نانسي قنقر شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً لكم شكراً لكم سمعت أنك وشيت بي عندك دمان سأفعل أي شيء ممكن من أجل هلاكك أنا لم أسئ إليك حتى الآن حاولت فقط أن أمنعك عن الخوض في الباطل إن الغل الذي تغذيه في صدرك سوف يفسد روحك ويحيل قلبك أسود أنا أسعى لأن نصبح صديقين صداقة لن ترى مني غير العداوة ما دمت حيا ادعو ربك أن لا أجد فرصة لذلك رغم ذلك كله لم ينقطع أملي أملي موسيقى 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 المؤقرة زوليخة زوج بوتيفار جاءت لتفقد السجن حضرتك دامان ماذا؟ الموقرة زليخة زوج حضرة بوتيفار جاءت لتتفقد السجن رافقها في الجولة أنت تحية للسيدة زليخة تحية الآلهة عليكم وعلى سائر الحراس أهلا بك في سجن زوير المنسي والمتهاوي لا أظن أنه لازال يمكن وصف سجن زوير بالمنسي والمتهاوي بوجود يوزر سيف فأي مدار وطئته قدماه أحاله عامرا على أهل نعم سيدتي علي الاعتراف أن هذه الحقيقة لا يمكن إنكارها فقد أحيى يوزر سيف بأعماله سجننا فأصبح موضع احترام من قبل الجميع لكن يوزر سيف ليس سوى عبد آبق وقد أرسلناه إلى السجن لكي يعاود طاعتنا ولم نرسله إلى زوير ليمضي أياما سعيدة هنيئة لكن سيدتي السجن السجن وبمجرد أن تم حرمان السجين من حريته فهذا عقاب ليس بالقليل علي فضلا عن ذلك إن السجناء يتم إجبارهم على العمل الشاقي والمتعب في مقالع الحجارة وفي أماكن أخرى وهذا بحد ذاته عذاب شديد اسمع حضرتك دامان لقد جاءت الموقرة زليخة إلى زوير اليوم لتشاهد عن كثب وبأي ثمن مقاسات يوزر سيف العذاب أنا أنا لا أفهم مثلا مثلا أي نوع من العذاب السياط أنا أريده أن يجلد كما وأنني أريد أن أسمع صوت أنيني حاضر سيدتي سأفعل ذلك سوف أنفذ أوامرك لست أدافع عن يوزر سيف انتظراني هنا وسوف أعود من ساعته يوزر سيف لقد جاءت الموقرة زليخة وهي مصرة على مشاهدتك تتعرض للتعذيب وقد ذهب سعي في إثنائها عن رأيها أدراج الرياح أنا جاهز في خدمتك قيد يوزر سيف إلى العمود وسط السجن وما يعني هذا؟ لماذا تقيدون؟ يريدون جلدي بالصياط تحملوا قليلا فهؤلاء مجبرون على ذلك المترجم لك اشتركوا في القناة 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 ما ان رأتك تتعذب حتى صرخت توقفوا كفوا عن ذلك لا اريد ان اسمع ثم رحلت زليخة عجيب امرها فلا غضبها كغضب قسات القلوب ولا حنانها كحنان الطيبين لا حقدها غالب على امرها ولا حنانها تقصد انهم عاقبوك من اجل زليخة؟ اشتركوا في القناة الى متى ستبقين جليسة الغم ونديمة الحزن وحليفة الاسا وهل من سبيل اخر لالف ضربة بالسيف والف طعنة بالرمح اهون على قلبي من الفراق حتى ولول يوم واحد لا ادري متى اطيع قلبي ومتى اعصي قال لي يوما قيد يوزر سيف ففعلت ذلك نفس القلب يقول لي الان اطلقي لماذا قمت بسجن يوزر سيف اصلا لماذا لماذا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر